السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجدى عبد الرازق استشاري أمراض موادية وجهاز هضم وكبد أتشارب بوجود معكم موضوعنا اليوم عن تحليل الإيدز وعن آلام المفاصل بعض الشباب يتعرض في مواقف معينة مثلا راح نادي صحي أو جلسة مساج ويتعرض لظروف معينة قدت إلى علاقة جنسية خارج إطار الزواج طبعا يندم على ما حصل وفي نفس الوقت يحدث له نوع من أنواع الأعراض بعد أسبوع أو أسبوعين يحدث آلام في المفاصل في بعض الأحيان يحدث قرح في الفم يظهر طفح جلدي على الساقين في بعض الأحيان في بعض الأحيان يحدث احتقان في العين وآلام في العين وإحمرار في العين طبعا أول شيء تخطر على باله هو الإيدز المريض تسيطر عليه فكرة أنه هو مريض إيدز يعمل اختبار الإيدز ويظهر سلفي كيف؟ يا دكتور أنا عندي أعراض الإيدز أنا ليس مصدق التحليل يعمل اختبار الزهري ويظهر سلفي يا دكتور أنا أكيد عندي شيء ليس معقول الأعراض أنا كنت سليم قبل العلاقة الجنسية المريض يبقى سليم ما هو الذي سيحدث له بعد العلاقة الجنسية؟ في بعض الحالات يحدث حاجة اسمها روماتيزم تفاعلي نسميها زمان متلازمة ريترس هذه المتلازمة أو الروماتيزم التفاعلي هو بعد العلاقة الجنسية هذا المريض يبقى مصاب بالتهابات في المثالك البولية والجنسية عن طريق ميكروب معين اسمه الكلاميديا يحدث رد فعل من الجسم تجاه هذا الميكروب مختلف شوية الرد الفعل يحدث اضطراف في المناعة وبالتالي تطلع أجسام مضادة بدل ما تهاجم الكلاميديا تهاجم الجسم نفسه وبالتالي هذا ليس يحدث عند كل الناس لا، هذا عند بعض الحالات وبالتالي يحدث احمرار في العنين يحدث التهابات في المفاصل يحدث في بعض الأحيان طفح جلدي وقرح بالفم وبالتالي نسمي هذه الحالة روماتيزم تفاعلي الذي يميزه طبعا التهاب المفاصل أو وجع المفاصل العيان ساعات يقول لك أنا تعبان يا دكتور أنا مش قادر أنت بتطميني يا دكتور وتقول لي أنا ما عندي إيز ما عندي زهري ما عندي؟ أنا أكيد عندي إيز وتحليل الإيز خطأ ويفضل المريض مسيطرة عليه فكرة الإيز شهور مع الأسف هذا المرض الذي هو الروماتيزم التفاعلي اكمله مرض مناعي فساعات يطول قليلا مع المريض ويعود أسابيع وشهور وطبعا الأعراض تبقى ضعيفة أو قليلة يعني عبارة عن وجع فقط في المفاصل لكن في بعض الأحيان المفاصل توجعه جدا ويحصل ألم في الظهر لدرجة أنه في بعض الأحيان ليس قادر يقعد ألم شديد في جسمه وفي مفاصله وطبعا هو مسيطرة عليه فكرة أن الدكاترة ليس عارفين يشخصه وأن تحليل الإيز هذا غلط هو أكيد إيجابي وتحليل الإيز هذا ليس صح أنا أحب أن أطمنك عندما تذهب إلى الدكتور المختص الدكتور المختص يسمع الحالة الأول يسمع شكواك وطبعا يجب أن تكون صريحا معه وتقول له أنك عملت علاقة جنسية خارج إطار الزواج لأن هذا المرض الكلاميديا من ضمن الأمراض الجنسية وهذا يعمل الروماتيزم التفاعلي ويحدث في بعض الأحيان التهابات في المسالك البولية وأيضا يحدث عند السيدات التهابات في عنق الرحم طبعا المرض الروماتيزم التفاعلي موجود عند السيدات وعند الشباب أيضا يعني عند الجنسين وكما قلت لكم حدته تختلف ساعات يبقى بسيط ومتوسط وساعات يبقى جديد جدا طبعا الدكتور المختص عندما يسمع حالة المريض يستطيع أن يفرق هل هو عنده إيدز فعلا؟ هل إيدز هي أعراضه أم لا؟ نحن نعلم أن مرض الإيدز بعد أسبوعين ثلاثة يحدث احتقان في الحل يحدث التهابات في الغدد اللمفوية الرقبة بعض الأحيان يحدث طفح جلدي على البطن والصدر في بعض الأحيان يأتي أعراض أنفلونزة يختفي هذه الأعراض تقعد فترة صغيرة وهي في ثلاث الحالات لكن في ثلاثين الحالات لا يوجد إيدز في مرض الإيدز في ثلاثين الحالات لا يوجد إيدز ونكتشفه عندما نقوم بعمل اختبار الإيدز إذا لم نجد اختبار الإيدز سلبي نقوم بعمل اختبار الزهري و عندما نجد اختبار الزهري سلبي اختبار الزهري هو الفحص المبدئي هذا المريض يقول لك أنه لا يوجد زهري و لا يوجد إيد أما لأي ما لديه؟ يا دكتور لدي أعراض يا دكتور لو سمحت لا تقول لي أنه لدي وساوس لا يوجد وساوس، أنا عناية حمرة هناك قرح في الفم، أنا مفاصلة بتوجعني أنا لا قادر، أنا تعبان، أنا فيه شيء غلط دكتورة لا يعرفون أن يشخصني، أنا فيه شيء غلط فالمريض يحصل له نوع من أنواع الاكتئاب لأن الأطباء لا يعرفون أن يشخصوه وهو حاسس أنه لديه إيد و شايف أن التحليل سلبي لكنه لم يجد تفسير ما هي الأعراض التي لديه أنا أحب أن أطمنك لو أنك سلبي من الإيد والدكتور قال لك أنك سلبي، فأنت سلبي لو طلعت سلبي من الزهري، فأنت سلبي طالما الدكتور طمينك تطمن الدكتور أساساً يوجد علاقة ما بين الأعراض التي لديك ويربطها ما بين ما حصل والعلاقة الجنسية لأن الأعراض كلها جاءت بعد العلاقة الجنسية لأنه كان المريض سليم لم يكن لديه الأشياء هذه الأشياء كلها ظهرت بعد العلاقة الجنسية وبالتالي الدكتور يبدأ يعمل فحوصات لهذا المرض ويبدأ يشخصه الصعوبة في أن المريض لا يعرف أن يتوجه فيه يعني يذهب لدكتور عظام لكي لا يفصله أو يذهب لدكتور أمراض جنسية لأنه عمل علاقة أو يذهب لدكتور فم لأنه هناك قرح في الفم أو يذهب لدكتور عيون لأنه هناك أحمرار في العين المريض يكون محتار وليس يعرف أن يتصرف كذلك طبعا الدكتور المختص بالأمراض المعادية عندما يعرف الحالة ويشاهد أعراضك يستطيع أن يفهم بالضبط ما هو الموضوع الذي لديك وما هو المرض الذي لديك ويقوم بعمل الفحوصات اللازمة ويطمن المريض لا تخاف أنه لا يوجد شيئا وحشا الموضوع بسيط والعلاج بسيط إن شاء الله ستبقى قويس الحمد لله أنك لا يوجد إيد الحمد لله أنك لا يوجد زهري لا تخاف أنه لا يوجد طمن هذا ليس بساوس أو شيئا هذا مرض كذا فالمريض يتطمن ويتعالج سأحسب لكم رقم الوصف لو فيه أي استفسارات 02-010-27-28-4778 أشكركم جزيلا الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته